السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي أينما كنتم وطبتم وطابة ممشاكم وتبوات من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من النطق الصحيح للقرآن العظيم والصفحة رقم 109 الجزء السادس سورة المائدة افتحوا المصاحف على الصفحة رقم 109 وتابعوا معي حرف حرف كلمة كلمة والتخليص وبيان الأخطاء الشائعة والميكانيكيات بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين هذه الذين دائما نتكلم عنها اللام اللام هنا اسمية مدغمة مرققة مشددة لا تطل جريان الصوت في اللام من كلمة الذين في كل القرآن هذه مهمة جدا ليشني أنه ليست الرخوة من صفات اللام ما أنا أقول والذين يا أيها الذين هذا غلط فننتبه والذين بهذه الطريقة أنا جبت البينية للام الساكنة والام المفتوحة بعدها البعض يتكي على الذال يقول والذين كفروا ذين كفروا ما في داعي أن أتكلف بالنطق هكذا وأنا أتكي على حرف الذال المكسور والذين كفروا مش كفروا أيضا أنت تنبرها بهذه الطريقة عندك يا ساكنة قبل هذا المكسور مطى بيحركتين كفا لديك كلمة كفا هكذا رح تقرأها ما رح تقول أنت كفا لا رح تقول كفروا حتى لا تفخم الكاف والفا لمجاورتها للرا تقول خطأا كفاروا هذا خطأ إذن كافروا ولا تترقق الراء لمجاورتها للكاف والفا تقول كافروا هذا أيضا خطأ إذن كافروا والراء المضمومة تفخم وتقرأ لازم أقرأها ما يضيع عندي قرأ الراء كافروا لا كافروا رو وبعدها واو مدية جاء بعدها واو مفتوحة من كلمة وكذبوا فرح تصير عندي ما التمكين هنا كفروا وكذبوا بهذه الطريقة ولا تنسوا عدم تفخيم الكاف والفا وكذبوا شوف هذه الذال ذبذبة ما أقول وكذ كذبوا أخرج كمية من الهواء وأنا أنطق حرف الذال ليست الذال من حروف فحثه شخص سكت الهمس فانتبهوا بارك الله فيكم لا جريان للهواء عند نطق حرف الذال فننتبه وكذبوا هكذا أصفيها عندنا واو ساكنا قبلها باء مضموم راح يكون عندي مطبئة حركتين من غيره نفخم الباء وكذبوا ما عندي بو عندي بابي بو وكذبوا بآياتنا عندنا كلمة بآياتنا الباء المكسور دائما تذكر نطق حرف البيئة الإنجليزي لما أقول A B C B بآياتنا دائما تذكر نطق حرف البيئة الإنجليزي حتى أنا أجيب الباء المكسور بالعربي حرف البدل مد بدل عندي ألف ساكن قبلها همزة مفتوح مد بدل حركتين وعندي ألف ساكن قبلها يا مفتوح بي آيا شوف يا مد طبيع حركتين بعدين عندي في الأخير ألف المد حرف الألف الممدود جاء بعدها همزة أولئك فراح يكون عندي مد جائز منفصل يمد حركتين من الطيبة أربعة خمسة من الشاطبية بآياتنا أولئك في أولئك جتمع حرف المد والهمزة بكلمة واحدة هذا مد واجب متصل يمد أربعة وخمس حركات فأنا إذا أقرأ المد المنفصل أربعة أقرأه أربعة حتى تكون المتصل حتى تكون دائما الأزمنة المدود متساوية ولا يكون هناك خلل في القراءة وتكون متميزة التلاوة لا أميل الألفات بآياتنا أولئك هذا صوت غريب هذه إيمالات هذا تقليل الألفات هذا غير موجود الله تعالى يرضى عنكم فإذن بآياتنا أولئك أولئك هذه الواو فوقها الصفر المستدير تكتب ولا تلفظ فالبعض يقراها أولئك أنت دائما ركزني على هذا الرسم الواو فوقها هذا الصفر المستدير هذه تكتب ولا تلفظ فكأنه أنا عندي همزة مضمومة بعد ذلك اللامة المفتوحة أولئك ولا تتكي على الهمزة المكسورة أولئك هكذا خطأ أولئك أصحاب عندي الهمزة من كلمة أصحاب مرققة والهمزة مرققة دوما جاء بعدها صاد والصاد بن أحرف الاستعلاء والصفير مفخمة هنا مرتبة رامعة لأنها ساكنة فما أقول أنا أصحاب لا أ أص أصح أصح أص أص أصحاب وأبين الصفير ولا أكور مع الأسف هناك قراءة الآن مليانين التوك توك واليوتيوب يكوّرون الشفاة عند نطق الصاد أصحاب 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 يأخذون منه هذه الحركات وتنتقل ولذلك أنصحكم أحبتي في الله تابعوا النطق الصحيح وتابعوا الحركات والشفاة والخدود والابتسامات كل هذه الأمور حتى نتخلص من عندها وتتعلموا النطق الصحيح بإذن الله عز وجل أصحاب أصحاب مش ح لأنه أنت راح تقللها لأن قبل هذا الصاد فتريد أنت ما تقول أصحاب لا فتقول أصحاب هذا خطأ أصح هكذا بدون إيماله ألف ساكن قبلها ح مفتوح ما الطبيعة حركتين باء مضموم نضم الشفاة وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين يضم الجحيم اللامقمرية ليش؟ هي نجا بعدها حرف متحرك الجيم مفتوحة ابغي حجك وخف عقيمه وهذه الحروف القمرية لما تكون اللامقمرية يجب أن يجري فيها الصوت وفترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لين عمر الجحيم الجحيم كسرت الحا وبعدها راح نقبل مد العارض للسكون ست حركات إذا استمرت راح يكون مد طبيعي وأكسر الميم وأربطها ببعدها يا أيها الجحيم شوف الجحيم وأسمع الميم المظهرة لما أقف بالمد العارض للسكون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ جيم جواز الوقف هنا يَا أَيُّهَا حرف المد الألف في كلمة والهمزة في كلمة ثانية فراح يكون عندي مد جائز منفصل يمد حركتين من طريقة طيبة يَا أَيُّهَا أَرْبَعَ خَمْسَةَ شَاطِبِيَةَ يَا أَيُّهَا الْيَاءَ مشددة فيها نبر ولازم أنا أبين الْيَاءِين أَيُّهَا هكذا ما أنا أجيب أقول أَيُّهَا يختفي صوت الْيَاءَ الأولى عندي أو أضغط على المخرج أقول أَيُّهَا أَيُّهَا فهذه ننتبه إليها لأنه رح يجري كمية من الهوى في مخرج الْيَاءَ ورح يتشوه عندي صوت الْيَاءَ وَالْيَاءَ لَسْهِدْ أَصْلًا من أحرف الْهَمْسِ فتقول أَيُّهَا 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 بهذه الطريقة طبعا هي رح تكون يا أَيُّهَا هكذا ما الطبيع حركتين لكنه رح نحذف هذه الألف منعا من الالتقاء الساكنين اللام الأولى الساكنة هل 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 شوف شو صارت أي هل رأسا من الْهَاءَ المفتوحة إلى لام الذين والذين ذكرتها في بداية هذه الصفحة اسمية مدغمة مراققة لا أطيل جريان الصوت فيها حتى لا أصي الرخوة هي بينية ألا بس ألا ذين ولا تتكع على ذال ألا ذين هكذا الاتكاء ذين هذا خطأ ألا ذين آمنوا بهذه الطريقة يا أساكنة جاءت بعد الذال المكسورة ما الطبيع حركتين آمنوا فيها مد بدل وما الطبيعي المد البدل ألف ساكن قبلها همزة مفتوح هذا المد البدل حركتين آمنوا هذا المد الطبيعي لكنه إحنا راح نحذف هذه الواو ليش تمنع الاتقاء الساكنين ذال ساكنة من أذكره فرح يصير عدنا آمانوذ آمانوذ رأسا من النون المضمومة إلى الذال والذال راح تسكن ما أقلقلها ما أقول آمانوذة آمانوذة أقلوا مضمومين فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم آمانوذذكورو صفينها آمانوذذ هكذا أنت سحبت ضمة النون إلى الذال وضمت الشفاة في الذال وهذا خطأ إذن أنت أشممت الذال ضم وهذا من الأخطاء الشائعة فننتبه آمانوذذكورو الكاف مراقق الرأو مفخمة لأنها مضمومة فممكن تقول الذكوكو لا يوجد لدي كو في الحروف العربية يوجد لدي كاكيكو آمانوذكو آمانوذكورو وأفخم الرأوة أقرعها جيدا وألوا وساكنة قبلها رأى مضمومة طبيعة حركتين الذكورو نعمة شوفوا كيف الله تعالى يرضو عنكم بدأت لدى الاختبار بدأت بهمزة قطع مضمومة نعمة كسرة النون جيدا ني والعين ساكنة تحتاج منك للرباعيات أن تنزل إلى وسط الحلق وأن تحس بانزعاج في المخرج وكأنه عم تبلع شي وأن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسطة لنعمر نعمة الله ما تقول نعمة طا طا طالله لا تفخم التا لأنها جاورة اللام المفخمة من اسم الجلال الله ولا تكور الشفاء تقول الله الله خطأ الله بهذه الطريقة عليكم يا أولين وقوم وولين ما قل عليكم قوم لا لجب أنه وإليكم وأيديهم شف أيديهم هذه يا أولين إليكم يا أولين أيديهم يا أولين أيديهم يا أولين قوم وولين عليكم يا أولين هذه بلعونة وسلاسة لازم أركز عليها ما نقول عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ما هكذا فانتبهوا بارك الله فيكم عليكم كل كلمة تنتهي بالكاف والميم عليكم عنكم إليكم هذه يجب أن تخرج معي مراققة ما أفخمها ما أقول عليكو خطأ إليكو خطأ عنكو خطأ إذن عليكو عليكم إليكم عنكم بهذه الطريقة أنا رققت الكاف والميم الميم مظهرة عليكم إذ أسمعها الميم المظهرة كما سمعتم إذ الذال مثل ما قلنا أذكروا الذال غير مقلقلة ما من أحرف القلقلة حتى تقول لي إذها هذا خطأ إذها ذبذبة وتنطيها رخاوة لا يجري فيها الهواء وليست مهموسة إذها وخليها الشكل أصابعك قرب الفم إذا حسيت إذ هكذا هذه غلط لأنه أنت طلعت كمية من الهواء وضربت الأصابع أنه إذا خرج بصيص من الهواء هذا لا يعتمد عليه في المخرج هذا عادي هواء خارج من الريئة وأنت تنطق الحروف إذ هم شوف الميم مشدد غنك من ما تكون هم قوم شوف ألقافه من أحرف الاستعلام مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة واولين ساكنة قبلها مفتوح قوم تنوين ضم جاء بعدها همزة أن إظهار قوم أن شوف قوم لا أقول قوم أن يعني النون المظهرة اللي راح أصير عندي راح أضمها أنا هي الميم مضممة قوم أن قوم أن بهذه الطريقة أن يتغام بغنة فالبعض يجعلها يا صافي يقول أي يبسوط أي هذه ما في غنة إذن هكذا هكذا جبت الغنة وحرص دائما على النون مع الياء حتى لا تصير عندك يا صافية أو الواو مع الياء حتى لا تصير عندك أو النون مع الواو عفوا النون مع الواو حتى لا تصير عندك واو صافية زين أي يبسوط الباء والسين نحن نلاحظ كيف أنها مراققة الباء ساكنة مقلقة لقلقة لصورة في وسط الكلام لا تمسك المخرج لا تقف على المخرج رأسا يبسو يبسوط يبسوط بهذه الطريقة ما أنا أقف وقول يبسوط هكذا أنت وقفت على المخرج وهذه ليست قلقة فننتبه يبسوط قلقة لصورة في وسط الكلام والسين مراققة دوما الطاء جاورتها مفخمة من أحرف الاستعلاء مرتبة ثالثة لأنها مضمومة فممكن أن أجعل السين صادا فأقول يبسوط وهذا خطأ إذن يبسو إليكم وأربعة خمسة من الشاطبية يبسوط إليكم بهذه الطريقة إليكم يا أولين واكسر الهمزة جيدا ما تختلص إليكم إلي لا أ إي أو إي إليكم يا أولين فننتبه بارك الله فيكم الكاف والميم مراققة ميم مظهرة إليكم أ إليكم أيديهم أي يا أولين ساكنة الأولى أيدي أيدي ه هنا ضم الشفاء فيها ميم مظهرة وخاصة جاء بعدها فا فكف ليش لأنه الإمام بن الجزر يقول وأظهرنها عند باقي الأحرف الميم واحذر لدواو وفاء تختفي فأيديهم فكف شوفوا أيديهم فكف فكف فمخرجه ضعيف يحتاج إلى جريال للصوت والنفس حتى أسمع فكف هكذا بهذه الطريقة أيديهم يا أولين أيديهم أيضا ننتبه إلى اليونة وسلاسة وسهولة نطق الياء اللينة والهاء مظهرة أيديهم عنك 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 نون كاف أذهب إلى مخرج الكاف عنك شوف ألغي الغنة عنك 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 شوف وين اللسان ما أقول عن هكذا أنا رحت إلى مخرج النون اللساني وهذا إظهار ليس إخفاء إذن أنا أذهب إلى الكاف إذن وأجيب الغنة عنكم كوكو عنكم من مظهرة واتق الله واتا من الواو إلى التالي لديها همزة وصل واتا ومراقق دوما ألقى فجاورتها مفخمة مرتبة ثالثة من أحرف الاستعلام مظمومة فممكن أقول واتا لا يوجد تا واتا ورح يكون عندي أنام الطبيعي لكنه رح أحذف هذه الواو منع الالتقاء الساكنين اللام الساكنة من اسم الجلال الله وقاف مظمومة قبل اسم الجلال الله تفخم اللام من اسم الجلال الله ليش؟ لأنه اسم الجلال الله إذا سبق بفتح أو ضم نفخم اللام إذا سبق بكسر أو يائ نرقق اللام واتقوا الله شف لا تقول لا تقول لا زالت الشفاه مظمومة سحب الضمة القاف إلى اللام الساكنة فننتبه لا بد أن تخلص الحركات واتقوا الله مش الله تكور الشفاه دائما كما أذكر لحضراتكم عند نطق اسم الجلال بلام مفخم الله زين وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله شوف وعلى ما الطبيعي لكنه رح نحذف الألف من على التقاء الساكنين اللام الساكنة من اسم الجلال الله فالصير وعلى شوف لا لا شوف يعني اللام مفتوحة من وعلى راسي اللام الله وثانيا اللام مفتوحة من على إذن تفخم اللام من اسم الجلال الله مثل ما قلت في كلمة واتقوا الله وعلى الله وعلى ما تقولي وعلى لا تفخم اللام من على المراققة هي إذن وعلى الله ولا تقول وعلى الله تكور هكذا الشفاه وهذا من الأخطاء الشائع فننتبه فالألام الساكنة أحبتي خذها قاعدة الحروف الساكنة تكون الصفات واضحة جلية فيها يعني تتجلى الصفات في الحروف الساكنة اللام من أحرف البينية يجري فيها الصوت وفترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لأن عمر فالبس فليتوكل شوف كاليل وأكسر اللام الأخيرة جيدا والمؤمنون اللام قمرية من كلمة المؤمنون ليش لأن جاء بعدها حرف متحرك الميم مضمومة وهي الأحرف القمرية أبغي حجك وخفع قيمه الميم ولما تكون اللام قابلية يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لن عمر البس الميم مضمومة الهمزة ساكنة إذن لما يكون عندي همزة ساكنة في وسط كلمة يجب أن أجعلها مقطعين حتى أنا أتم قفل الأوتار الصوتية وما تضيع مني الهمزة أو أنه أقلق لها أو أنه أنا أجعلها عدة همزات المؤ المؤ خطأ أو المؤ مينون إذن الصحيح المؤ المقطع الأول المؤ ملاعز حب ضمة الميم المؤ خطأ المؤ مينون المؤ مينون بهذه الطريقة قفلنا الأوتار الصوتية في الهمزة الساكنة الوسطية بطريقة ممتازة وصفيناها من أي شائبة مينون كسرة الميم وعندك واو هذه رح تكون مدية رح تقوم وين صارت صارت بين نونين والنون إجبار الغنة فيها فلازم أن تصفي هذه الواو من الغنة وين خاصة أن حصرت بين حرفين إجبار الغنة فيهم يعني نونين نون مضمومة نون ساكن رح أصير بالأخير فماذا أفعل أضم الشفاء إلى الأمام جيدا وأضع رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثناية السفلة وأرفع قصر اللسان حتى لا تصير عندي غنة فيها المؤ منون ما في غنة أما المؤ منون نون 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 أي غنة نون بهذه الطريقة وأنت وين قاف الفتحتين الأنف وتجرب الميكانيكية إلى أن يصفى عندك صوت أو يصفى عندك صوت الواقع نقف في نون مظهرة نون هكذا لما نقف المد العارضي للسكون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا صلة تفيدنا أن الوصل أولى مع جواز الوقفي هنا وَلَقَه شوف وَلَقَه ما تقول لي وَلَا وَلَقَه لا تفخم اللام ولا تفخم الواو لمجاورة لحرف الاستعلاء القاف المفخم مرتبة ثانية وَلَقَه ولا تكوّر الشفاه وَلَقُه وَلَقُه هذا خطأ هي مفتوحة لماذا تقول لي قو قا قا وَلَقَه وَلَقَه شوف الدال ساكنة مقلقة لقلقة لصغرة في وسط الكلام لأنها مربوطة بكلمة أَخَذَ فما تمسك وَلَقَدْ أَخَذَ خطأ هذا مسك إذن تضرب المخرج تهرب مباشرة وَلَقَه أَخَذَ أَخَذَ شوف وعدين عندك ذا ذالله يعني الهمزة الذال مراققة الخاء من أحرف الاستعلاء اللام من اسم الجلال الله تفخم لماذا لم يسبوك بفتح ذال مفتوحة فممكن أنا أقول أَخَذَ أَخَذَ فخمت الهمزة وفخمت الذال انتبه كيف سيتم التخليص أَخَذَ أَخَذَ الله ذا ذالله أَخَذَ الله والخاء من أحرف الاستعلاء مفخم مرتبة ثانية لأنها مفتوحة من غير تكوير للشفاء أقول أَخَذَ أَخُذَ أو بعض أَخُذَ هكذا يجعل الاستفاءة يعني ابتسامة بالحروف المستفلة المراققة حتى والله إيش حتى لا أفخمها لأنها مجاورة للخاء فننتبه أَ ما عندي أَ ذا ما عندي ذا فإذن ننتبه أَخَذَ أَخَذَ الله دائماً خلي هذه الأمور يعني عندك الشفاء الخدود طبيعية ما عندي حروف خدية البحض مني يطلع الآن يقرأ والله العظيم عجباً عجب 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 أنا أشوف العجب العجاب يا جماعة هذا قرآن والله أنت قاعد تفتح لي التيك توك وتفتح لي اليوتيوب وكتري تسويلي دروس والله أنا مو أنت تعيش والله أنا عايش حياة صعبة وما أحد أساعدني وما أحد أينطيني وما أحد أكرمني وأنا أريد أسوي بثوث حتى تجيني فلوس وأعيش أنا وأهلي حياة كريمة وأنت تعلم الناس خطأ أنت تسيء من حيث تريد الإحسان فانتبه بارك الله فيكم يا مسلمين اتقوا الله في كتاب الله عز وجل زين قلنا ذا المفتوحة ذا الله ولا أقول ذا الله تكوير الشفاء في اللام فننتبه مي ثاق مي كسرة الميم يا ساكنة ما الطابعة حركتين ثا أرف ساكن قبلها ثا مفتوح ما الطابعة حركتين القاف من أحرف الاستعلاء مفخم مرتبة ثانية مي ثاق لا تقول لي مي ثاق بني قو بني هكذا تتقون القاف اتقوا الله قا قاف مفتوحة قاف مفتوحة هذه مي ثاق وأعطيها تفخين ما أقول مي ثاق بني قا قا بني هكذا مراققة أنت عند حروف الاستعلاء الإمام المتولي فهي فهي وإن تكن بأدنى منزلة مكسور فخيمة قطعة من المستفلة فما يحق لك أنه أنت تقراه مي ثاق بني لا مي ثاق بني مي ثاق بني عندي بني حرف المد إسرائيل الهمزة مد جائز منفصل يمد حركتين من طريقة طيبة بني إسرائيل أربعة خمسة شاطبية بني إسرائيل لأنه جتمع حرف المد والهمزة في كلمة إسرائيل كلمة واحدة فراح يكون عندي مد واجب متصل إذن بني إسرائيل مد جائز بني إسرائيل مد جائز منفصل حركتين من الطيبة أربعة خمسة من الشاطبية إسرائيل مد واجب متصل لأن في كلمة واحدة اجتمع حرف المد الألف والهمزة إذن إي كسرة الهمزة ما تقول إس إس هكذا بني إسرائيل خطأ بني إسرائيل والسين ساكنة تتجلس صفات في الحروف الساكنة صفير جريال الصوت جريال النفس صفير لأن من أحرف الصفير أحرف الصفير ثلاثة الصاد والسين والزين إسراء ولا تكور الشفاء في الراء تقول إسراء وهذا من الأخطاء الشائعة فعلينا أن ننتبه لهذا الموضوع أحبتي في الله راء وتفخم الراء تبعا لماذا تبعا تفخم الألف تبعا للراء إسراء إسرائيل ولا تتكع على الهمزة إي إيلة إسرائيل هكذا خطأ إي إسرائيل يا ساكنة قبل همزة مكسورة راح يكون عندي مدبد الحركتين وبعثنا وبعا شوف العين المتحركة ما عندي مشقة فيها وإنزعاج مثل العين المتحركة شوف وبعا وبعا نعمتا شوف نعمتا هكذا ألف ساكن قبلها نون مفتوح ما الطبيعي حركتين منهم كسرة الميم دائما ركزي على عدم اختلاس الكسرات النون مع الها إظهار منهم هكذا بهذه الطريقة أظهرنا النون المظهرة لأنه النون الساكنة أحد أحكامها والتنوين أحد أحكامها الإظهار وتحدث عند الحروف الستة الهمزة والها والعين والحا والغين والخا اللي هي أخي هكا علما حاز وغيره خاسر أول حرف من كل كلمة من هذا البيت منهم هم الها أول ميم مضمومتين نضم الشفاء فيها منهم اثنين منهم اثنين من الميم المضمومة إلى الثاء الساكنة اللي لديها همزة وصل والثاء كما قلت أنه مخرجها ضعيف تحتاج إلى جريان للصوت والنفس حتى أسمع صوتها ثني يا أوليد اثني عشرة اثني عشرة اثني عشرة منهم اثني عشرة عشرة عشا مراقب را مفخم فانتبه ما تقول عشرة تفخم العين والشين عفوا لمجاورتها الرا والرا مفخم للمفتوح إذن عشرة ولا أقول عشارو را هكذا تكور الشفاء في الرا وهي مفتوحة وننتبه إلى هذا الأمر عشرة نقيبة نا وليس نا لأنها جاورة القاف من حروف الاستعلاء المفخم مرتبة أخيرة مكسور فأقول نقيبة ما أقول نقيقي رققها لا فهي وإن تكون بأدنى منزلة مكسورة فخيمة قطعة من المستفيلة وعندك يا ساكنة بعدها ما الطبيعي حركتين وأقف على مد العوض لأن عندي تنوين فتح مد العوض حركتين لا تقول ناقيبة نا ناقيبة بهذه الطريقة صلة وإذا استمرت طبعا صلة تفيد أن الوصل أولا مع جواز الوقف هنا إذا استمرت تنوين فتح ناقيبة واو جاء بعدها ادغام بغنة أضم الشفاء فيها ناقيبا وقال بهذه الطريقة وقال الله إني معكم صلة تفيد أن الوصل أولا مع جواز الوقف هنا وقال القاف مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف من حروف الاستعلاء والألف تفخم تبعا للقاف والألف ساكنة قبلها قاف مفتوح ما الطبيعي حركتين والقاف لا تكور الشفاء فيها وتقول وقال خطأ وقال وقال لا مرققة حصلت ما بين تفخيمين تفخيم اللام من اسم الجلال الله بسبب مجيء فتح لام مفتوح قبلها والقاف المفخم مرتبة أولى فممكن تقول وقال الله لا لا وقال الله لا وقال لا الله وقال الله خلصنا اللام هذه من أن تفخهم ولا أكور الشفاء في نطق اسم الجلال الله الله خطأ الله إني كسرت الهمزة وخاصة لما يجي وراها نون فيها غن هذه نون مشددة فممكن أن تقول إن اختلست أو طمط إن أن تجعلها يا هذه خطأ وتلك خطأ إذن إي إي إني والنون مشددة غنك من ما تكون كما سمعتم وبعدها يا ما الطبيعي طبعا يا ساكنة قبلها نون مكسورة الثانية من المشددة راح تكون عندي ما الطبيعي حركتين إني معكم كم مع كم معكم ما معكم من مظهرة في الوقف والوصل زين الكاف مراققان نضم الشفاء فيها مع عدم تفخيمها في الوصل معكم لأن عرفتم الآن لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدَخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدَخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هنا جيم جواز الوقفي على كلمة الأنهار نشرح ثم بعد ذلك نكمل القراءة لَأِي كَسْرَةِ الْهَمْزَةِ نون مظهرة يعني ساكنة مع إظهار مع همزة أَقَمْتُمْ لَإِنْ أَا سمعتم مظهرة؟ لازم أسمعها يعني نانوني أن لَإِنْ أَا ما تقطعي لَإِنْ أَقَمْتُمْ هكذا أنت قطع صوت النون النون أحبتي فيه مخرجين لساني وخيشومي فلازم تجيب المخرجين حتى تكون عندك الإظهار صحيح لَإِنْ أَقُمْتُمْ شوف مثل ما قلنا كلمة أصحاب الهمزة مراققة هذه فممكن أن أقول أَقَمْتُمْ وهذا خطأ أَقَمْتُمْ الْهَمْزَ مراققة؟ لا أفاخمها لمجاورتها للقافة المفخة مرتبة ثانية من أحرف الاستعلاء أَقَمْتُمْ البعض يقول أَقَمْتُمْ يُقَلْقَ للميم مع الأسف الساكنة والميم من أحرف التوسط للعمر يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة أَقَمْتُمْتُمْ أَقَمْتُمْ فمصاد مفتوح فننتبه الصلاة هكذا بهذه الطريقة أَلِف ساكن قبلها هذا مفتوح ما تطبيع حركتين وَآتَيتُمْ مَتبدَل أَلِف ساكن قبلها همزة مفتوحة ما تبدَل حركتين يَأُولِينَ أَتَيشُفْ يَأُولِينَ مَاتْقُلْ وَآتَيْتُمْ خطأ انت نبرتها هذا خطأ لا يجوس لا ينبغي نبر يألين وآتيتم الزكاة شفتم الصلاة دائما هذه نركز على ترقيقها ما أفخمها الزكاة الزاي من أحرف الصفير الصاد من أحرف الصفير أصى أزى أصى أزى وإزاي يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس أحرص على الرخاوة ليست مهموسة ومن أحرف الصفير أقل قوة بالصفير من أحرف الصفير لأنه عدنا الأقواء الصاد ثم السين ثم الزي ألف ساكن قبلها كاف مفتوح مطبيع حركتين وآمنتم شوف آتيتم آمنتم مد بدل هنا ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة والنون مع التائخ فآمنتم وتقول لي آمنتم لا تذهب النون الساكن إلى التاء إلى مخرج النون اللي ساني فيصير إظهار لازم تروح إلى مخرج التاء وآمنتم برسول ميم ساكنة جاء بعدها باء برسول إخفاء شفوي الفرجاء للبعض الإطباق للبعض الآخر من غير كاز أنت كيف ما تأخذ من شيخك ولا إشكال في أي الفريق كل الفريق له دليله بارك الله فيكم إذن وآمنتم برسول بكسرة الباء مثل ما قلنا صوت البي الإنجليزي أي بي سي وعندك الراء مفخم لأنها مضمومة والسين مرققة فلا تقول بيروسو بيروسو صارت صاد إذن بيروسو بيروسو ليا ساكنة قبلها لا مكسور ما الطبيعة حركتين وعزرتموهم شوف الآن الزاي أيضا مثل زاي الزكاة وعزر الراء ساكنة قبلها زاي مفتوح راح تكون مفخمة ساكنة تتجلى الصفات في الحروف الساكنة يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأن من أحرف التوسط إلى العمر مع قرعها مع تفخيمها وعزرتموهم بهذه الطريقة تموهم كلها مرققة من مظهر جاء بعدها وَأَقَرَضْتُمْ زين وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقَرَضْتُمْ الهمزة مرققة وَالْقَافُ مُفَخَمَ مَرْتَبَ رَابِعَةً وَمُقَلْقَلَةً لِيش رابعة ساكنة وَالْرَأُ مُفَخَّمَ ليا مفتوحة وَالْضَادُ ساكنة مُفَخَم مَرْتَبَ رَابِعَةً وَرِخَاوَ الضَّادُ وَاَسْتِطَالَةً فممكن أنه أنا أسويها ضاء وَالْقَافُ مَا أَقَلْقَلْهَا يعني يقول وَأَقْرَضْتُمْ خَطَى إذن وَأَقْرَ 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 وَأَقْرَمْ وأنطهر رخاء واستطالة والاتكام من أحد الحافتين أو الحافتين معه مع ما يحاذي من الأدراس العليا وَأَقْرَمْتُمْ البعض يقول وَأَقْرَمْتُمْ وَأَقْرَمْتُمْ لا حول ولا قوت أم عندك من أحد الحافتين مع ما يحاذي أنا أعوج حلقي ما الطريقة هذه وَأَقْرَمْتُمْ وَأَقْرَمْتُمْ هي تجي ضاءتها الشكل المطبوط فانتبه بارك الله فيكم إذن أَقْرَمْتُمْ مُرَقَقَ ثُمُ مِن مُضْمُومًا قبل اسم الجلال الله تفخم الله من اسم الجلال الله لكن لو فخم ثُمُ وَأَقْرَمْتُومُ ثُمُ خَطَأ وَأَقْرَمْتُمُ اللَّهَ ثُمُ الْلَّاهَ وَلَا قُلْ اللَّهَ لا تكوور الشفاء عند النطق اسم الجلال الله نحن دائما نتفكر بأنه قبل اسم الجلال الله إذا كان مفتوح أو مضمون تفخم مكسور ياء ترقق اللام قرض قا المفخم هنا القاف والضاد والضاد مفخم مرتبة أولو مفتوح بعده أليك والقاف مفخم مرتبة ثانية مفتوح والراء ساكنة قبلها مفتوح تفخم إذن قرض كلها مفخمة راح تكون قا ولا أقول قرض هكذا أكبر الشفاء قا قرض ضد ضن حسنة تنوين فتح جاء بعدها حسنة ح إظهار أخي هكا علما حازة وغيره خاسر أول حرف من كل كلمة من هذا البيت الهمزة والها والعين والح والغين والخ وأسمع النون المظهرة قرض حسنة بهذه الطريقة إذن عندي حسنة إتمام الحركات نفسا التنوين فتح بعدها لام لا أكفرن شوفوا كيف رسمت الشدة على لام لا أكفرن لأنه سيصير عندي لام مشددة إضغام بغير غنة أكل النون حسنا لا أخطأ هذا سمعت صوت النون إذن حسنا حسنا لا أكفرن ولا أطيل جريان الصوت حسنا لا أكفرن خطأ لأن صار تريخ هو فننتبه حسنا لا أكفرن لا أكفر فمخرجه ضعيف يحتاج إلى جريان الصوت والنفس حتى أسمع والرأة مفخم لأن مفتوح نون مشددة لغنة من ما تكون لأكفرن عنكم نون كاف إخفاء وكاف ميم شو عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم هذه كلها تنتهي بالكاف والميم تكون مراققة كم وليس كم عنكم ميم مظهرة سيئاتكم ولا وكلها ميم مظهرة نسمعها عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات سمعتم الميمات المظهرة يجب أن تنطقوا بهذه الطريقة بارك الله فيكم النون مع الكاف إخفاء نذهب من المخرج الكاف سيئاتكم الياء هنا فيها نبور وأسمع الياءين ما أقول سيئاتكم اختفى عندي صوت الياء الأولى أو سيئاتكم أضغط على مخرج ليطلع عندي هوا ويتشوى صوت الياء لا جريان للنفس في الياء عندك حرف المد اللي هو ألف جاء قبلها ألف جاء قبلها همزة مفتوح مد بدل حركتين سيئاتكم ما تقولي سيئاتكم لا تميل هكذا صوت الألف تيكم كسرة التا والكاف والميم مراققة ميم مظهرة تيكم وخاصا جاء بعدها هوا لأنه يقول لك الإمام من الجزري واحذر لدواوين وفا أن تختفي ولا أدخلا لا تسحب ضمة الهمزة إلى الدال ولا أدخلا الدال ساكنة مقلقة لقلقة لصورة في وسط الكلام لا تمسكها ولا أدخلا خطأ تضرب المخرج رأسا هكذا تضرب وتهرب أدخلا ولا أدخلا من أحرف الاستعلاء مفخم مرتبة أخيرة خامسة مكسور النون المشددة غن أكمل ما تكون ولا أدخلا كو كم جنات الكاف والميم دائما لا أكبر قطرة تكوير كو كو صير عندي مفخمة كو كم هكذا ميم مظهرة جنات ما أنا أنبر النون المشددة لا يوجد نبر للنون والميم المشددتين لأنه أنا فيها غنة أتم الغنة بأكمل ما يكون بعد ذلك أنا أنطقها صحب غير نبر خلاص جنات هكذا مو جنات هكذا خطأ صح الصح جنات ألف ساكن قبلها نوم مفتوح ما الطبيعة حركتين تين تنوين وكسر جاء بعدها تا تجري إخفة ولكن أتم الكسر جيدا ثم أدخل في الإخفة جنات تجري جنات تجري بهذه الطريقة الجيم مقلقة لقلقة لصغر في كلمة تجري كما قلت في كلمة ولا أدخلنكم أضرب المخرج وأهرب وما أقف على المخرج أمسك المخرج أقول تجري تجري وهذا خطأ تج 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 قل مثلي ما هكذا تدرب عليها وقل مثلي تج تج تجري 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 والرأة مراقق لأنها مكسورة يا ساكنة بعدها ما الطبيعة حركتين تجري من كسرة الميم والنون مع تا إخفة منت منت من تحتها من أعظم لاحيز مخرج التا تهية لنطق حرف التا ما أنا أظهرها أقول من تحتها وهذا خطأ من تحتها الحاء ساكنة رقيقة لطيفة ما أنت تضرب ليها بالهواء تحتها تحتها هكذا البعض يقرأها أنت شوهت صوت الحاء تحتها شوف حاحيحو أح تحتها تحتها هذه الحاء الصافية مو تحتها فركزوا بارك الله فيكم الله يرضى عنكم تحتها تحتها هذه ألف ساكنة قبلها مفتوح ما الطبيعة عاركتير لكن رح نحذف الألف منع الالتقاء الساكنة اللام الساكنة من الأنهار فصير هل هل أنهار حذفناها تحت هل هل إلى لام القمرية من كلمة الأنهار ليش؟ لأنه جاء بعدها حرف متحرك الهمزة المفتوحة ابغي شوف همزة ابغي حجك وخف عقيمه ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها صوت الفترة زمنية بسيطة ليش؟ لأنها من أحرف التوسط للعمار الأنهار نون ساكنة جاء بعدها ها من أحرف الإظهار فراح نسمع النون المظهرة الأنهار أل 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 شوف اللام والنون اللام والنون من أحرف التوسط للعمار نفس الزمن الأن 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 هكذا بهذه الطريقة ها مش هير هير هكذا تبتسم بالشفاة وتسحب اللسان للخلف وتجعل اللسانة منبسطة فانتبه ونقف على رأى ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح مفخم وفي الوصلي طبعا لأنها وقفت على جيم جواز الوقف هنا تكون مفخمة لأنها مضمومة الأنهار هكذا الأنهار فمن إذن في الوقف والوصلي تقرأ الرأى جيدا فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فمن كفر نون هذه نفس الزمن نون ساكنة جاء بعدها كفف فمنك 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 أنا أبلغي الغنى حتى أبين لك وين راح يروح الثاني إذن أذهب إلى حيز مخرج الكاف فمنك فمنك فأرى ما أقول كافر كافر لا كاف كفى كفى تذكر كلمة كافى والرأى رأى كافر ولا أقول كافر رأى تكوّر الشفاء ولا أقول كافر أراقق الرأى لمجاورة الكاف والفاء المراقق أعطي كل حرف حقه ومستحقه كافر كافر بعد العين ساكنة وهنا تحتاج إلى رواعيات أن تنزل إلى وسط الحلق وتحس بانزعاج في المخرج وكأنه عن تبلع شيء وأن يجري فيها الصوت وفترة زمنية بسيطة لأن من أحرف التوسط للعمر حتى لا تقلق لها بعد أو بعد عائمة إذن بعد 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 ذلك ألف ساكن قبلها ذال مفتوح ما الطريقة حركتين كسر الآم ذلك مي كسرت الميم بعدين نون كاف عندي راح يكون عندي إخفاء منك منك فمن كفر منك منككم الكاف والميم دائما ركزتي على عدم تفخيمها مما مظهر جاء بعدها فا فقد واحذر لدواوين وفا أن تختفي منكم فا قاد منكم فا قاد فا قا الفا أمرق قلقاف مفخم من أحرف الاستعلام مفخم مرتبة ثانية مفتوحة دال مقلق لقلق لصورة في وسط الكلام لأنها مربوطة بكلمة ضل ما راح أقف عليها حتى تكون مقلق لقلق لكبرى إذن فا قا ما أقول فا قا فا لا يوجد لدي فا في الحرف العربية يوجد لدي فا فا في فأف فا قا فا قا فا قاد فا قاد والدال مقلق لا ما أمسكها فا قد فا قد لا فا قاد فا قاد والضاد من أحرف الاستعلام وفخم مرتبة ثانية لأنها مفتوحة واللام مراققة مشددة ما أطيل جريان الصوت فيها ظل لا ظل فقد ظل فقد ظل سواء اجتمع حرف الألف المد والهمزة في كلمة واحدة سيكون عندي مد واجب متصل أربعة وخمس حركات وما أقول سواء السبيل لا سواء هكذا بهذه الطريقة ما أميل الألفات سواء السبيل السبيل اللام شمسية لأن جاء بعدها سين مشدد والسين من أحرف الصفير السبيل أسمعها هكذا زين البعض يكون عندهم ضعيف حرف السين أخرج الهواء بفيه وجريان للصوت حتى تسمع والصفير السبيل وأقف المد العارض للسكون بلام واضحة بينية زين والصفات تتجلى في الحروف الساكنة فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً صلة تفيد أن الوصل أولى مع جواز الوقف على كلمة قاسية فَبِمَا إِتْمَامِ الحركات ألف ساكن قبلها ميم مفتوح ما الطبيع حركتين البعض يقرأ فَبِمَا نَقَضِهِمْ هذا خطأ أنت لغية المد الطبيعي عندك حكم هنا فَبِمَا هكذا فَبِمَا نَقَضِهِمْ هكذا مش فَبِمَا نَقَضِهِمْ لغية المد الطبيعي عندك القاف في كلمة نَقَضِهِمْ مُقَلْقَلَ قَلْقَلَ الصُّغْرَى في وسط الكلام مفخمة مرتبة رابعة لأنها ساكنة فأنت يجب أن تأتي بتفخيم وقلقلة لا تأتي بقلقلة بقاف مراققة نَقَضِهِمْ هذا خطأ نَقَضِهِمْ بهذه الطريقة ولا تفخم النون قبلها تقول نَقَضِهِمْ النون دوما مراققة فلا تقول نَا نَا نَقَضِهِمْ والضاد من أحرف الاستعلام مفخمة مرتبة أخيرة مكسورة واكسر الهاء واكسر الضاد نَقَضِهِمْ 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 أُدْغِيمَتْ في ميم ميثاقهم اضغامه متماثلين من غير كذ حتى لا يتشوى صوت الميم نَقَضِهِمْ ميثاقهم ميكسرة الميم ويا ساكنة بعدها ما الطبيعة حركتين وعندك ألي الساكن قبلها ثا مفتوح ما الطبيعة حركتين ألقافه هنا ميثاق ميثاق مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة لا أكور الشفاء فيها وأقول ميثاق خطأ ميثاقهم والهاء والميم دائما لعناهم قلوبهم كل كلمات تنتهي بالهاء والميم تاميم كاف كاف ميم هذه أحبتي لا نفخمها ننتبه ميثاقهم لعناهم قلوبهم هكذا ما أقول ميثاقهم لعناهم قلوبهم هكذا أنت فخمت الها والميم لأنها كبرت قطرة تكوير هو هي هو هاهي هو هاهي هو هم بهذه الطريقة تدرب عليها حتى لا تقول ميثاقهم زين ميم مظهرة ميثاقهم لا هذا الإظهار لعن نون مشدد الغنة من ما تكون ما نو لعناهم هكذا نبرت لا لا تنبر أنت جبت الغنة خلاص انتهت ألف ساكن قبلها نون مفتوحة نون الثانية من المشدد من طبيعة حركتين وهو نضم الشفاء فيها ميم جاء بعدها ووجعلنا إذن واحذر لدواوين وفاءا تختفي لعناهم و ليش؟ لأنه ممكن أن يصير إضغام الميم بالواو إضغام الميم بالفاء ويضيع لأنه أحرف شفوية لعناهم وجعلنا هذا خطأ لعناهم وجعلنا البعض يقول وجعلنا جعلنا يضغم هذه اللام الساكنة بالنون واللام هذه راح تكون معايا واضحة ويجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة وجعلنا ما الطبيعة راح يكون عندي ألف ساكن قبلها لون مفتوح إذن وجعلنا قلوبهم القاف مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة نضم الشفاء فيها وفي اللام وفي الواو قولوا ما أقول قولوا قولوا لا مراققة قولوا واو ساكنة قبلها لا مضموم ما الطبيعة حركتين قلوبهم هذه مراققة لهم والمي مظهرة قلوبهم قاسية قاسية قاف مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف تفخم الألف تبعا للقاف الألف ساكنة قبلها قاف مفتوح ما الطبيعة حركتين سياها أقف أكسر السين وأقف بها تاء المربوطة نقف عليها بها باهتزاز الأوتار الصوتية وجريها للصوت والنفس قاسية بهذه الطريقة قاسية يحرفون إذا استمرت في القراءة وما وقفت بعلامة الصلاة هنا راح يكون عندي تنوين فتح بعدها يحرفون اتغام بغنى لا أجعلها يا صافية من الأخطاء أقول قاسية هكذا يا صافية قاسية هكذا أنا أجبت فيها غنى في حالة الوصل يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حوا مما ذكروا به جيم جواز الوقف على كلمة به يحرفون نركز دي على الراء المشددة بكسر راح تكون الراءين مراققة الراء ساكنة والراء المكسورة الراء الساكنة لماذا نرققها لأنها تتبع حكم الذي أضغمت فيه فإن أضغمت الراء في راء مفتوحة فخمت وإن أضغمت الراء في راء مكسورة مكسورة رققت الراءين يعني يحري يحري من غير تكرير يحري لا يحري يحري يحرفون ونساكن قبلها فامضمون من طبيعي حركين الكلمة اللام قمرية لأن بعدها الكاف متحرك فقط وليس مشدد وهو من الأحرف القمرية أبغي حجك وخف عقيمه ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها صوت الفترة الزمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لأن عمر الكلمة عن نساكن ميم مواضعه إضغام بغنة عم شوف كيف رسمت الشدة على الميم مواضعه يعني صير ميم مشددة من غير كز عن مواضعه مو وألف ساكن قبلها مفتوح ما الطبيعة حركتين الضاد من أحرف الاستعلام مفخ مرتبة خيرة مكسور خامس واكسرها كلها ضيعيه ولدي مد صلة صغر حركتين مواضعه ونس ونس هكذا ساكن قبلها سين مضمون ما الطبيعة حركتين حظ والبعض يقولها حظ هي حلال لأن جاورة الضاء المفخ مرتبة أولى مفتوح بعده ألف فتقول حظ هذا خطأ حلال حظ 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 تنوين فتح جاء بعدها ميم اضغام بغنى كما قلنا عن مواضعه حظ 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 مما ميم مشددة الغنى كما لما تكون من غير نبر مما ذكر مما خطأ مما أجيب المدى الطبيعة حركتين مما ذكر به ذك ذكر رأى مفخ لأنها مضمومة وما الطبيعة حركتين وهو ساكنة قبلها رأى مضموم به كسرة الباء وأقف علىها ساكنة باهتزاز الأوتار الصوتية وجريان للصوت والنفس إذا استمرنا ما الصلة صغرى به ولا تزال هكذا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم نأجيم جواز الوقف أيضا على كلمة منهم ولا ألف ساكن قبلها لا مفتوح ما الطبيعة حركتين تزال ألف ساكن قبلها زاي مفتوح ما الطبيعة حركتين لو نضم الشفاة فيها تتطالع البعض يقرأها تطالع جعلت تأطاء لمجاورتها للطاء المفخم مرتبة ثانية فننتبه تطالع وليس تطالع ت تطالع لعو كسرة اللام والعين مضموما نضم الشفاة فيها على هذه رح يكون عندي ما الطبيعة حركتين على ألف ساكن قبلها لمفتوح خائنة الخاء أولا مفخم مرتبة أولى لأن مفتوح بعدها ألف لا أقول خائنة لا تكور الشفاة خاء والألف تفخم تبعا للخاء وعندك الحرف المد والهمزة جتمع في كلمة خائنة مد واجب متصل أربع أو خمس حركات خائنة لا تتكع على الهمزة المكسورة خائنة خطأ خائنة تنوين كسر جاء بعدها منهم إضغام بغنة وفي كلمة منهم نونها إظهار منهم خائنة كسرة أتم الكسرة ثم أدخل في الغنة الغنة ماذا غنة الإضغام مع الميم خائنة منهم منهم نون مظهرة ميم مظهرة أيضا منهم إلا إلا كسرة الهمزة ولا تطل جريان الصوت في اللام إلا خطأ إلا قليلا بهذه الطريقة ألف ساكن قبلها لام مفتوح ما الطبيعة حركتين قليلا ألقاف من أحرف الاستعلاء تفخ مرتبة ثانية لأنها مفتوحة قو ولا أقول قو قليلا اكسر اللام جيدا بعدها يا ساكن ما الطبيعة حركتين تنوين فتح بعدها ميم منهم إضغام بغنة والنون مع الها إظهار كما مرت بعنا في خائنة منهم قليلا منهم وقف على ميم مظهرة نونها إظهار النون ما أنت تبلع النون صوت النون المظهرة منهم هم مع الحرص على عدم تفخيم الها والميم فاعفو وصفح شوف الفاء بعدها همزة وسط بعدها عين رأسا صارت كأنه فاع فاعفو العين وساكلة وتحتاج من عندي تدريب جريان للصوت فترة زمنية بسيطة لدينا من أحرف التوسط للعمر إحساس الإنزعاج في المخرج إحساس كأنه تبلع شيء وتنزل إلى وسط الحلق عميقة ما أنه طلع ليها عائمة فاعفو أو تقلق لها فاعفو هذا خطأ إذن فاعفو والفاء ما تقول فاعفو هكذا جعلتك أنه الطبيعي هي فاء مضمومة فقط وليست وون ساكنة قبلها فاء مضموم فانتبهوا فاعفو عن فوع فوع مش فاعفو عنهم فانتبه ليس مد طبيعي فاء مضمومة فقط فاعفو عنهم شوف منهم عنهم نون ساكنة معالها إظهار ميم مظهرة وجاء بعدها وو وصفح واحذر لدى وو من وفاء أن تختفي عنه نضم الشفاء مع ترقيقها عنهم ميم مظهرة عنهم وصفح شوف البعض يقول وصفح و طيب الواو مرقاقة عندك همزة وصل ثم الصاد فرأس نصير وص و و و وصفح والصاد مفخمة مرتبة رابعة لأنها ساكنة وجريان للصوت وجرياء وجريان للنفس أيضا و صفير ولكن لو فخم الواو ولو فخم الف وصفح لا و و ف وصفح هكذا والحاء رقيقة نطيفة ساكنة واقف عليها بهدوء وصفح و ما تقول لي وصفح لا انتبه إن الله يحب المحسينين إن الهمزة المكسورة اللي بعدها نون فيها غنى لا تمطها تجعلها يا إن هذا خطأ أو الهمزة أنه تختلسها تقول إن وهذا أيضا خطأ الاختلاس خطأ وأن تمطها كأنه يا خطأ إي خطأ إن خطأ إي إي ما تكون من غير النبرين إن الله هكذا تنبرها وتنبر اسم الجلال الله لا إن الله والنون مفتوحة الثانية قبل اسم الجلال الله تفخ من لا من اسم الجلال الله لكن لا أكوّر الشفاء إن الله ولا أفخ من نون إن الله إذن إن إن الله مش الله بهذه الطريقة والها مفتوحة مراققة يحي يحب البعض يقول يحيب يحيب يجعلها كأنها الإنجليزي لا هذه لا يجري فيها النفس أنتبهوا البعض حرف قوي شديد مجهور يحي يحي ب المحسنين شوف من البعض المضمومة إلى اللام القمرية من كلمة المحسنين لأن لديها همزة وصل لماذا اللام قمرية في كلمة المحسنين لأنه الميم مضمومة جاء بعدها يعني متحركة فقط ليست مشددة وهي من أحرف ابغي حجك وخف عقيمه ميم عقيمه ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط للعمر وعندك الميم المضمومة هذه لا نسحبها إلى الحا وأقول المح نطقت الحا ولا زالت الشفاة مضمومة المح خطأ المح وكما قلت دائما الحا لطيفة رقيقة ما مثل كلمة تحتها المح ما تقول المح المح سنين هكذا هجمت عليها وشوها تصوتها فالله يرضى عنكم بلطافة ورقة على الحا المح سنين المح 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 سنين وكسر السين والنون ونقف المد العارض للسكون ست حركات لأنه عم بقرأ بالتحقيق لكنه هنا يا مدية حصلت بين نونين فيها غنى فماذا أفعل أخفض الفك السفلي حتى لا يصعد الصوت المح سنين ما أقول المحسنين انظر إلى المرآة وتدرب لهذه الحركة واقف الفتحتين الألف حتى لا يصعد الصوت عندك للخيشون وراح تصفيها بإذن الله وتتخلص من الغنى في حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء وحاجينا في نفس الصفحة كيف نتخلص من الغنى في الواو الله يبارك فيكم والحمد لله رب العالمين أحبتي في الله انتهت الصفحة مية أو تسعة بفضل الله ومنه وكرمه وحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر